الابوكسي او الريزم من الحاجات اللي كان نفسي اجربها وبالفعل خدت ورشة اعمل فيها وجربت كزا تجربة وديت ورش عمل لناس تانية احكيلكم كل تجربتي واستنوني متنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وبرحب اي كومنت منكم ازاي اكموا عاملين ايه رجعت لكم فيديو جديد عن مادة حلوة جدا 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 انا احبا استخدمها وتعلمها والحمد لله تعلمتها اي نعم لسه يعتبر مبتدئة فيها بس ديني بجرب الريزن او الابوكسي دي صور من الورش اللي انا عملتها لناس تانية الخامة حلوة جدا جدا بتطلع حاجات حلوة قوي مستخدم في الديكور في الاكسيسوريز في كزا حاجة دي برضو صور من شغل الناس المتدربين اللي كانوا معي في الورش طلعوا شغل هايل جدا تقريبا من اول مرة هي الورشة كتبت الورشة عموما بتبقى يوم واحد وبنستنى عن ناتج طبعا يوم عشان الحاجاتين شوفوا نبدأ نشوفها عملت ورشتين اعملت شايفين الشغل حلو ازاي لو حابين ان انا اعملكو فيديو عن طريقة استخدام الاي بوكسي اا وانواعه وممكن نجيبه منين ونعمله ازاي وازاي ان احنا نبدأ نخلطه والنسب بتاعته وتكلفته قد ايه وايه الادوات اللي ممكن نحتاجها معاه اا عشان نقدر نشتغل به الاوالب بتاعته هنحتاج ميزان ولا ممكن نستغنى عنه هل ممكن لازم نشتري اوالب ولا ممكن نستخدم حاجات موجودة في كل بيت كل ده ممكن نعرفه وكمان ممكن نعرف ايه هي الاخطاء اللي انا ققعت فيها في اول تجارب عشان تخلوا بالكم انها يعني متتكررش معاكم تاني وازاي نعرف ان احنا الشغل بتاعنا ده طالع ما فيهوش اي اخطاء وناجح مية في المية هقولكو كل ده في فيديو جديد ان شاء الله لو حابين اكتبولي في كومنت ان انتو عايزين الفيديو دوت عشان اعملو طبعا كل قطعة من دولة بزوق اللي عملها فيه ناس كانوا حابين يبينو الشغافية اللي في الاي بوكسي نفسه وناس تانية حابة تلونه ناس حابة تحط فيه جليتر ناس حابة تحط يعني حاولا نستخدم كل الخامط اللي مدافرة حوالينا الورد المجفف الاعشاب او الزهور المجففة جليتر خرز كل حاجة تقريبا كت قدامنا استخدمناها ده كوستر انا كنت عاملية برضو عموما عشان ما طويلش عليكو فلو حبي نعمل الفيديو ده قريب ان شاء الله انا للمخامات متوفرة عندي فممكن عملوكم فترة قريبة لو كده بلغوني قولولي ومتنسوش لو عندكو اي حد من اسحابكو حايف يتعلم الخامة دي اعملو شير للفيديو ومتنسوش سبسكرايب للقناة لو لسه مش عاملين ولايك للفيديو يستنوني ان شاء الله فيديوهات جديدة وافكار جديدة واشوفكم على خير